الخبر الاول اللي عادنا عن بيسان اسماعيل والتهجوم الجاية تتعرض لها بسبب هذه الصورة فانتشرت هذه الصورة على موقع الانستغرام ولنشرتها هي البنت اللي تسوي مكياج البيسان اللي نزلت هذا البوست وفعليا كل التعليقات كانت سلبية عليها تقدروا نشوفوها بنفسكم كل التعليقات كانت تتنمر على بيسان اسماعيل وبعض الاشخاص ينتقدون الكمية المكياج اللي كانت حطتها بالصورة لانك واطفال يتعبقوها ففعليا يتعلمون منها ان يقوموا نحطون مكياجه بشكل مبالغ وطبعا المكياجه اعتبر شوية مضر للاطفال فكتبوني يا حبايب هل التهجب كان يستحق او لا واكتبوني ايضا شو رأيكم بصورة بيسان الخبر الثاني اللي عادنا عن مصطفى ريدر واعلانه عن اغنيته الجديدة فالريدر نزل على حسابه بالانستغرام هذا البوست الخرافي واللي كاتب به موعد نزول الاغنية اللي رح يكون باتر الساعة بالاربع وبنفس الوقت كاتب هاشتاغ راس العبد يعني من الواضح هتكون ديستراك على احمد ابن روب لانطعن هو يلقبه بهذا الاسم طبعا لو اني احتنزع على اليوتيوب على قناة ريدر فكلكم رحوا فجروها اشتراكات وانتظروا الاغنية وانتظروا الخصف الخبر الثالث اللي عادنا عن مفاجآت اليوتيوبر فأول اليوتيوبر اللي هو نارين بيوتي فنارين نزلت على حسابها بالانستغرام شوية ستوريات تعلن بيها عن عودتها لليوتيوب والمفاجآت الخرافية القادمة بالمستقبل فرحط لكم اذا الاستوري شوفوا اي نو سو بعرف سر لي اكتر من اسبوع ماني نشترشي على اليوتيوب بس ام كان في كتير شراط عم تصير ومع ملح عشي سو اليوم واخيرا في فيديو عدي فلاسة اللي بتحبني يحضروا فيديو اليوم وشتأتركن كتير اي ميسي سو ماتش بعرف كنت غايبة بس بغيابي حضرت لكتير افكار ان كان فيديوهات ان كان كتير اشياء رح جحز لكم ياها ترقبوا اما اليوتيوبر الثاني فهو بيسان اسماعيل فبيسان نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الاستوري او هذه الصورة مصغرة للمقطع شكلها حيكون ناري حيكون عشاطة ويا انس الشايب وبس والله هنا وصل لنهاية المقطع تمنى المقطع اجابكم لا تسوى تحطوا الناس شاركوا بالقناة شاني غفيت زي مقناة مملكة القصص وبس مع السلامة شكرا للمشاهدة